السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً عزيزتي في مطبخ عزيزة وصفة اليوم كروس سهل وسريع لكفيهات بدون عجن هو فكرة مشروع مربح لإنتاج كروس اقتصادي وسهل وسريع للإفطار الصباحي تابعينا الفكرة في استخدام عجينة البافي الجاهزة وتشكيل العجينة إلى الشكل الذي تحبين هنا قامت السيدة بتشكيل العجينة على شكل أبواق استخدمت ورق الزبدة كما تشاهد تقوم بلف ورق الزبدة بهذه الطريقة وتستخدم الدبوس لتبيثة ورقة الزبدة يمكن الاستغناء ورقة باستخدام القوالب الجاهزة لطن الفكرة في استخدام الورقة أنه يعطيك كمية كبيرة على عكس اللكان عندك قوالب محدودة في العدد نقطع عجينة البافي إلى شرائحة طولية تم تقوم بفرد كل شريحة كما تشاهدين يمكن التحكم في الحجم الشريحة وطولها لف العجينة على الورق بعد قطع العجينة وثم فردها نقوم بلف العجينة على الورق نفرد كل شريحة وسمكها يكون متوسلا نبدأ في اللف العجينة على الورق نلف العجينة كما تشاهدين ونستمر هكذا نفرد كل شريحة نفرد كل شريحة نضعها في القالب ندهن وجهها بصفار بيضة ثم تخبز في فرن يمكن تطبيق هذه الفكرة لأصحاب المشاريع البسيطة حيث أنها فكرة سهلة وغير مكلفة وتخص وجبة الإفطار الصباحي على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر نحشي بأي نوع من الكريمة يمكن استخدامي الكريمة الاقتصادية تزيين من فوق الشيكولاتة أو صوس الكراميل والمكسرات كل ذلك على الرغبة ويمكن التزيين بمكسرات بالهناء والشفاء دمتم في حفظ الله ورعايته انتظرونا في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر